الله الرحمن الرحيم برنامج الماجستير الماني تخصص محاسبة مالية المقرر بتاعنا المحاسبة في المنشآت ذات الأنشطة المتخصصة موضوع الفيديو بيتكلم على المحاسبة عن عقود المقاولات عقود المقاولات أو عقود الإنشآت هي عقود يتم إبرامها خصيصا لتنفيذ عملية معينة أو مجموعة من العمليات التي ترتبط ببعضها البعض أو تعتمد على بعضها البعض من ناحية التصميم أو التقنية أو الوظائف أو الغرض أو الاستخدام من أمثلتها عقد إقامة سد عقد إقامة كبري عقد حفر نفق عقد بناء عقار أو مجموعة عقارات عقد تمهيد طريق يهمنا إرادات وتكاليف عقود الإنشآت إرادات عقود الإنشآت يجب أن يتم قياسها على أساس القيمة العدلة للمقابل الذي سيتم استلامه الجزء المنفذ من العقد وتتحقق إرادات وتكاليف عقود الإنشآت عندما يمكن تقدير الناتج النهائي بعقد الإنشآت بطريقة موثوق فيها عن طريق طبعا شخص محايد اللي هو المهندس الاستشاري اللي يدينا حاجة اسمها مستخلص وإشار عادة إلى أساس الاعتراف بالإيراد وتحقيقه تبقى لمستوى الإتمام طريقة نسبة الإتمام في ظل هذه الطريقة يتم مقابلة إيرادات العقد مع التكاليف العقد التي حدثت في سبيل الوصول إلى مستوى إتمام العقد تكاليف عقود الإنشاء تنحصر في تكاليف مباشرة وغير مباشرة مباشرة يعني مرتبطة بالعقد نفسه أجور العاملين بالموقع والمشرفين المواد الخام المستخدمة في تنفيذ المقاولة إهلاك المعدات المستخدمة في تنفيذ المقاولة تكاليف نقل الأصول السبتة والمواد الخام من وإلى الموقع تكاليف استئجار معدات متعلقة بالمقاولة تكاليف التصميمات الهندسية والفنية المرتبطة بالعقد تكاليف سيانة المعدات إلى الفترة العقد تكاليف تأديرية لأعمال الضمان المطالبات من الأطراف الأخرى والمرتبطة بالمقاولة وليكن مثلا مقاولة الباطن التكاليف الغير مباشرة تتمثل في التأمين عن معدات المستخدمة في أكثر من مقاولة تكاليف التصميمات والأعمال الفنية المرتبطة بأكثر من عقد التكاليف الإدارية والأمومية المرتبطة بالعقود كلها في المركز الرئيسي تكاليف البحث والتطوير تكاليف إعداد كشوف مرتبات وأجور كل العاملين لكل مواقع العقد المختلفة في ظل طريقة نسبة الإتمام اللي احنا نطبقها يتم الاعتراف بالإيراد الخاص بالعقد وتكاليف العقد في قيمة الداخل وذلك في الفترات المحاسبية التي تم خلالها إنجاز العمل جرى العرف على أن يقوم المهندس أو مهندس استشاري منتدب من العميل بمعينة الأجزاء التي قام المقاوم بتنفيذها ومطابقتها مع شروط العقد وذلك حتى يصدر شهادة يطلق عليه شهادة المهندس بين قوسين المستخلص بيوضح فيها بيانات الأعمال التامة وده مهمة جداً ونسبة الإتمام والتي لأعمال التي تم تنفيذها خلال تاريخ معين والتي اعتمدها وقيمتها الدقيق وتكلفتها وتسمى تكلفة معتمدة بمجب هذا المستخلص يقوم العميل بدفع قيمة الأجزاء التي تحت بدأ المهندس 70% أو 80% من قيمة العقد وذلك حتى يستكمل المعاول العمل الذي يكلف به عادة لا يدفع العميل قيمة المستخلص بالكامل ولكن يدفع نسبة منه 90% أو 80% تحسباً لعدم استكمال المعاول للأعمال بطريقة تتفق مع شروط العقد عملي بقى ناخد الموضوع الأول الحالة الأولى فيما يلي بعض البيانات المتعلقة بعقد إنشاء مبنى سكني متعدد الطوابق وذلك عن عام 2019 والأرقام بألاف الكنيهات هنسيب الأرقام زي ما هي مواد خام مرسلة للموقع ب350 ألف مواد خام محولة من المخازن للموقع 60 ألف أجور عمال دائمين 300 ألف أجور عمال مؤقتين 40 ألف آلات مشترى في أول يناير 2019 لأورد البناء في الموقع ده 900 ألف سيارات مشترى في أول يناير 2019 لأورد العمل في الموقع بصفة خاصة 140 ألف مصروف الصيانة للآلات 20 ألف مصاريف الإدارية خاصة بالموقع نفسه 100 ألف نصيب العهد من المصاريف الإدارية في المركز الرئيسي 30 ألف إذا علمت أن أولا المواد المتبقية في نهاية السنة 2019 للموقع 10 ألف دي لازم تخصم من مواد المصارفة للموقع 2 قيمة المستخلص يعني شهارة المهندس قالت إن الأعمال التي تمت تستحق من الإيراد 922 ألف جنيه وطمانمائية تكاليف الأعمال غير المعتمدة وعقد 20% من إجمال التكاليف يعني في حاجات في مراحزات من المهندس الاستشاري قالت دي تكاليف أعمال غير معتمدة ستعادل من الأول أو هيبقى فيها تشتبات أخرى أو هيبقى فيها مواصفات أخرى ينص العقد على أن يدفع العميل 90% من قيمة المستخلص يعني مش يدفع 922 ألف وتمانمائية مرة واحدة كما تحجز المنشأة 30% من الأرباح لمقابلة التطور إليه هو يعتبر مخصص أو احتياطي عشان بس إيه نتأكد أو نتطمن إن عملتها تتم بيه شكل إيه منتظم القيمة التعقدية للعقد للعقد بالكامل 2 مليون جنيه الآلات تستهلك بمعدل 10% والسيارات تستهلك بمعدل 15% والآلات المعطلة قيمتها 100000 دي ما يتحسب لها شيء لك أصلا تستبعت لأن الموقع ما استفدش بيها لم يرد في العقد نص صريح على استرداد تكاليف البحث والتطوير طبعا الشركة في آآ شغلها بيعمل بتعمل بحث والتطوير نصيب العقد ده منها ستين ألف لم يرد عقد في في نص العقد آآ بند عن استرداد عزيز التكاليف فلا يتحمل أو لا يحمل هذا المبلغ على عقد المأولى المطلوب تصوير قيمة تكاليف العقد مواد وعجور ومصروفات قيمة ارباح العقد نشوف ايراداته ونشوف مصروفاته بيان الاثر على قيمة المركز المالي اللي هي الميزانية من بياناتنا الموجودة نبدأ نحسب المواد الخام المنصرفة للعقد ونشيل منها المواد البقية اخر المدة يبقى مواد مرسلة مباشرة للموقع بتلتمية وخمسين زائد مواد محاولة من المخازن للموقع بستين ناقص مواد البقية بالموقع باخر المدة اللي هي عشرة هلفي طلع يطلع ربعمية الف تكلفة المواد المستخدمة في الموقع بالوجور عندنا عمالة دائمة وععمالة مؤقتة نجمع الاتنين العمالة دائمة تلتمية الف والمؤقتة في الموقع اربعين الف نجمع الاتنين يطلع تلتمية وleriorn الف. الالات والمصروفات ده الاخرى. الالات اهلاكك تسعمائة الف. اهي قيمة الالات. ناقص الالات المعطلة. لا يحسب لها الهلاك. بدربها في نسبة الهلاك حشرة في المية بعد تمانين الف. الهلاك السيارات بمية ورمين الف بخمسا عشر في المية بواحين الف. مصاريف الصيانة كلها تحسب عشرين زائد مصاريف ادارية في الموقع نفسه مية. نصيب الالهد بالمصاريف ادارية في المركز الرئيسي تلاتين. الاجمال بتاع المصروفات امتين وواحد وخمسين الف. هنجمع الايرادات هنجمع المصروف هتستبعد من إجمال التكاليف يبقى نضرب 991 ألف في 20% أعمال غير معتمدة اللي هي 168 ألف ومتين يتبقى تكاليف الأعمال المعتمدة اللي هي 792 ألف وتمنمية يلاحظ أنه لم يدخل ضمن تكاليف العقد إهلاك الآلات المعطلة شيء طبيعي كذلك لم يدخل ضمن تكاليف العقد تكاليف البحوث والتطوير لعدم موجود نص صريح في العقد على استردادها من هذا العميل نجل قيمة أرباح العقد قيمة المستخلص اللي عمل المهندس 992 ألف وتمنمية تكاليف الأعمال المعتمدة فقط بعد ما استبعدنا لغير معتمدة 792 ألف وتمنمية أرباح العقد أرباح الأعمال المعتمدة 200 ألف العقد بينصب أن العميل بصفة عامة مش هيدفع المبلغ بالكامل سواء كان قيمة المستخلص أو أي حاجة فإحنا لازم ناخد بالنا عشان نحسب الأرباح المحققة أولاً إن العميل هيدفع 90% والشركة عايزة تحجز 30% للطوارئ مخصص أو احتياطي فنحضر بينا 200 ألف اللي هو الربح تعلق عملية المعتمدة في 70% اللي هي نسبة الربح المحقق لما نشيل 30 احتياطي في 90% اللي هيتفعهم العميل من القيمة يطلع الأرباح المحققة في هذا العقد 126 ألف جنيه طرحنا 126 ألف من المتين ألف يتبقى مخصص الطوارئ بتاعنا 74 ألف يبقى عرفنا الأرباح بتتقسم إزاي الأول نطلع منها أرباح محققة ونطلع منها مخصص الطوارئ أو احتياطي الطوارئ والمجموع بتاعهم فعلاً 200 ألف نيجي للخطوة الأخيرة وهذا أثر على قيمة المركز المالي نيجي في نحية الشمال نحية الخصوم هنحط مخصص الطوارئ أو احتياطي الطوارئ 74 ألف في نحية الأصول هنحط واحد المواد البقية في الموقع 10 ألف الآلات بعد إهلاكها الآلات 800 بعد السبعات الآلات الآلات العقيلة لشين منها الإهلاك اللي حسبناها خلال الفترة يطلع 720 ألف السيارات برضو نشيل إهلاكها يطلع 119 تكاليف الأعمال غير المعتمد ده اللي احنا حجزناها اللي هي 20% من إجمال التكاليف نحطها كأنها تكاليف احنا مكلفين ولسه ما استردينها يبقى 198 ألف ومتين لغاية منعيد ترتيب الأمور ونشوف هنشطبها ازاي الجزء المحجوز عند العميل هنكتبه كأنه مدينين كأنه يعني عملة عشرة في المية من قيمة المستخلص اللي هي 99 ألف ومتين وتمانين ضربنا 992 ألف وثمانين فعشرة في المية بكده يبقى التمانين الأول انتهى وعرفنا نحدد التكاليف ونحدد الأرباح ونحدد الأثر على قيمة المركز المالي ندخل الحالة العمليات التانية الآتي بيانات خاصة بالعقد رقم 3-3 في شركة النصر للمقاولات نبدأ بقى نقرأ التمرين واحدة واحدة ونخش على الحال وردت مواد من المورد قيمتها 14 ألف لهذا العقد وصرفت مواد من المخازن 6 ألف جنيه ارطيت ده منها ما قيمته 4400 وحول للعقد رقم 3 أتنينات ما تكلفته 500 جنيه هنشوف إيه اللي تضاف للعقد وإيه اللي تخسن منه اتنين صور لمقاول النجارة مواد قيمتها 6000 جنيه من المركز الرئيسي منها 2500 جنيه خارج الاتفاق يعني احنا متفقين معها كل حاجة ياخدها داخل الاتفاق وداخل العقد لكن هو قال طب يصرفوه لشوية أخشاب وشوية حاجات نجارة تلعى 2500 دي خارج يعني عن حسب عليها وناخد منه فلوس ما تخش في العقد بينما صورة المقاول للقهرباء مواد من الموقع تكلفتها 3000 جنيه ضمن الاتفاق دي تدخل في تكلفة العقد تلفت مواد في الموقع تكلفتها 1500 جنيه 40% منها اعتبر مسموح به يعني العوامل طبيعية والغير مسموح به قيمته البيعية يعني الغير مسموح به اللي هو الباقي بقى 60% بجينة نبيعه بقى 500 كما تحمل كما يتم تحميل الموقع بنسبة 5% من اجمال المواد المرسلة من المخازن يعني نشوف المواد المرسلة من المخازن قد ايه ونشوف نحمل الموقع ده منها بنسبة 5% مقابل التلف العادي في المركز الرئيسي الرسيد المواد اول الفترة ده في حساب المواد المرسلة للموقع او مستخدم الموقع 6200 واخر الفترة 4000 رسيد اول المدة واخر المدة اذا علمت ان باقي تكاليف العقد الفعلية لأجور بقى او مصرفات 80000 جنيه القيمة التعقدية للعقد كله 150000 جنيه لما اصدر المهندس الشهادة بتاعت واصدرها ب120 000 تخيل بقى 120 150 شوف النسبة تطلع كامل هي دي نسبة الاتمام وهناك اعمال غير معتمدة يعني المهندس الاستشاري بيقول الاعمال دي مش مش الطبق كويس هتتعاد تاني اعمال غير معتمدة تكلفتها 10,000 جنيه المطلوب احسب ارباح العقد علما بان مخصص العقود غير التامة يبلغ 30% من ربح الاعمال المعتمدة يعني المخصص اللي احنا عايزين نعملها يبقى في حدود 30% نبدأ بقى خطوة خطوة ونشوف هنعمل ايه الاول حساب مراقبة مواد العقد رقم 333 اولا بص للحساب كده في طرف مدين وطرف داين طرف المدين انا نحط فيه كل التكاليف الطرف الداين نخصم منه الحاجات اللي استبعدت من العقد بالنسبة للمواد اولا رصيد اول المدة مكتوبة من دكابل الاحمر 6200 داول المدة عكسه تحت خالص 4000 رصيد اخر المدة داول حاجة نيجي في النحية المدينة المواد المرسلة من المواردين ب14 تضاف للعقد مواد مرسلة من المخزم 6000 تضاف للعقد مواد منصرف المقاول النجارة تكتب 3500 اللي ضمن الاتفاق اما اللي خارج الاتفاق ما تكتب نصيب العقد من التلف العادي في الموقع حسب المواد المنصرفة لستلاف نضرب خمسة في المية في ستلاف يطلع ايه يطلع كلتمية نبدأ بقى في النحية التانية نشير الحاجات اللي هي ايه لم يستفيد بها العقد اولا مواد مرتدة للمخازن ب4400 مواد محولة لعقد اخر لو 222 500 تلف غير عادي بالموقع بدون تأمين تلف حصل تلف غير عادي لو 60% بدون تأمين والتلف غير عادي ده اللي هو ايه 900 جنيه لان هو المبلغ كله 1500 600 900 ويس القيمة البعية للتلف العادي تتحط وتستبعد من تكاليف العقد لان احنا حملنا التلف العادي ضمن التكاليف العقد 500 للوقت عندنا جانب مدين وجانب دين الجانب المدين في رصيد اول المدة مواد مرسلة من المورد مواد مرسلة من المخازن مواد منصرة في المقاول النجارة نصيب العقد من التلف العادي النحية التانية هنستبعد مواد مرتدة مواد محولة التلف غير العادي بالموقع والقيمة البعية للتلف العادي اللي دخل ضمن تكاليف المواد المصرف للموقع ويا رصيد اخر المدة لانا الجانب المدين اكبر من الجانب الداي نطرح يطلع الفرق 19700 اللي هو 30.000 نحس عشر تلف وترتمية استنتجنا ان الفرق او التكاليف بتاعة المواد المستخدمة في الموقع 19700 نكمل قيمة تكاليف العقد صافي تكاليف المواد المستخدمة 19700 باقي تكاليف العقد اللي هي المواد والعجور والمصرفات والحققة اللي هنا تمانين الف يبقى تكلفة الاعمال التامة عندنا 99700 عشان نحسب ارباح العقد لازم اشوف نسبة الاتمام الاول المهندس الاستشاري دانا مستخلص بمئة وعشين الف مع ان اجمال العقد مئة وخمسين حسمنا المئة وعشين الف على مئة وخمسين الف في مية تلعب مستوى الاتمام تمانين في المية عشان نحسب ارباح العقد اولا بنعمل مزاكرة الربح بنقول قيمة شهادة المهندس مية وعشين الف تكلفة الاعمال التامة والليها عندنا تسعة وتسعين الف وسبعم مية نشيل منها تكلفة الاعمال غير المعتمدة والموجودة في اخير تامانين عشر تلاف يبقى النتج عندنا تسعة وتمانين الف وسبعم مية يبقى دي تكلفة العمال المعتمدة نطرح من شهادة المهندس يطلع لنا اجمالي ربح الفترة السنة دي تلاتين الف وتلتمية هنشيل منها مخصص تلاتين في المية ويبقى ربح الحقيقي سبعين في المية ونروح نضرب بين تلاتين الف وتلتمية في تلاتين في المية يطلع لنا تسعة تلاف وتسعين جنين ده المخصص اللي هنشيل نضرب في سبعين في المية يطلع لنا واحد وعشرين الف متين وعشرة ده الربح الحقيقي الخاص بالإيه بالعب وكده يبقى التمرين التاني انتهى الحالة التالتة خلال يناير الفين وحد وحد اشر او الفين وتمنتاشر تعقدت احدى المنشآت التي اتمرت نشاط المقالات في بناء اعمارة سكنية بعقد رقم تلتمائة واتناشر قيمة تعقدية تلتمائة الف جنيه في واحد تاتين اتناشر الفين وتمنتاشر كانت المنشآت متعلقة بهذا العقد كما يلي تكاليف مواد منصرف العقد بسبعة وسبعين الف تكاليف مواد محاولة من العقد لعقد اخرى بالفين هتشال تكاليف اجور المباشرة واحد وستين الف تكاليف عقود مقاولة الباطن تمنتلاف الات مرسلة للعقد تستهلك بمعدل عشرين في المية هنعمل لها هي لك خمسين الف جنيه نصيب العقد من التكلف الادارية خمس تلاف يعني هي يقول ايه الالات المرسلة للعقد هي اللي بخمسين الف نصيب العقد من التكلف الادارية خمس المبالغ المحصلة من العميل فقط مية اتنين وستين الف جنيه من مية وتمانين طبعا ما يدفعش المبلغ بالكامل مواد المتبقية بالموقع في نهاية الفترة بخمس تلاف تكلفة الاعمال غير المعتمدة يعني عاد النظر فيها بار 14 الف اذا علمت ان المنشأة قررت عمل مخصص عقود غير تامة 30% من ربح العمال المعتمدة عايزين قيمة تكاليف وذكرة ربح العقد عايزين البنود اللي بتظهر في الميزانية الحل حساب مرابط المواد المواد المصرفة كلها 77 هنشيل منها اولا المواد المحاولة العقد واخرى هنشيل منها تكلفة المواد المتبقية في نهاية الفترة بالنسبة للموقع يطلع صاف المواد المستخدمة في الموقع 77 نوار 7000 بـ 70000 جنيه استنتجنا 70000 جنيه وعرفنا تكلفة المواد المستخدمة نكمل قيمة التكلفة العبارة عن تكلفة المواد سبعين الف تكلفة العمل البشري واحد وزتين تكلفة العقود من الباطن 8000 تكلفة العمل العالي هو الاهلاك 50000 جنيه في 20% بـ 10000 نفقات اخرى اللي هي نصيب العقد من التكاليف الادارية في المركز الرئيسي 5000 يطلع اجمال التكاليف الاعمال التامة 154000 جنيه يبقى احنا حسبنا كل التكاليف مواد وعمل ومقاول الباطن وعمل الى ونصبها من المصروفات الادارية نجي نحسب ارباح اللاقت فنقول دلوقتي مستوى الاتمام بيساوي شهات المهندس مية وثمانين الف واجمال قيمة العقد كانت بثلثمية يطلع نسبة الاتمام ستين في المية مزاكرة تالب حلالات تلثمية واثناشر عن الفترة من حسب المتائف واحد عتي اتناشر الفين وثمانتاشر شهات المهندس بيقول لي مية وثمانين الف الاعمال اللي احنا حسبنها في قيم اللي فاتت تكلفة العمال الثامة 154 هنشيل منها تكلفة الاعمال غير المعتمدة وجايب نص صريح 14000 يطلع 140000 تكلفة الاعمال المعتمدة يبقى هنشيل تكلفة الاعمال المعتمدة من قيمة شهات المهندس الـ مية وثمانين الف هيطلع لنا الصاف الربح او ربح الفترة 40000 نبدأ نقسمه بغض نزع عن نسبة الاتمام اولا هنعمل مخصص من الاربعين الف دي تلاتين في المية يبقى تلاتين في المية في الربعين الف دي اتناشر الف يبقى صاف ربح الفترة عن العقد ده 40000 في سبعين في المية ب28000 يبقى احنا حددنا الربح وشلنا منه المخصص اللي احنا عايزين ه الاسر على قيمة المركز المالي المركز المالي هيزر في ناحية الشمال المخصص عقود غير تم اللي هو الاحتياط اللي بنعمل من الارباح الالات بنكتبها نقص قيمة مخصص ها يطلع قيمة دفتري الالات 40000 شهادة المهندس 108000 لكن العميل دفع فقط 162000 المفروض يبقى المستحق على العميل كام اللي هو 18000 مستحق على العميل تكلفة العمال غير المعتمدة اللي وكده يبقى التمرين رقم ثلاثة خلص ندخل على التمرين الرابع عقدت احدى منشآت المقاولات على بناء مدرسة العقد رقم ربعمية واربعين قيمة الإجمالية لمندرسة 200000 ويتفق على التنفيذ في واحد اربعة 2017 وينتهي العمل في ان شاء الله 36 2018 وفي مال المعامات التي تجمعت في 11 12 2018 اول حاجة ارسلت الموقع تكلفتها 60000 وتستهلك معدل 15% ارسلت معدات وعدوات تكلفتها 8000 وهو عيدة تقديرها في نهاية الفترة ب3.5 يبقى الفرد على الاهلاك بدا معدات بسيطة يبقى الفرد من قيمة اول المدة واخر المدة او عن التعدير يطلع هو ده الاهلاك ارسلت مواد للموقع من المخازن 45000 جنيه مواد مباشرة من المواد من الموارد مباشرة جاء مواد 138000 وحول من الموقع الى عقود اخرى ده هيتطلح طبعا 8000 تلفت خمات قيمة 2000 يبقى تلف كلها لأسباب مقبولة في دوبالكم يعني كلها طبيعية بس امكن بيعها ب600 جنيه يبقى يتحط من ضمن التكاليف او موجودة لكن هيتحط التقييم البعائية في الناحية ايه من حساب المواد المستخدمة عند جرد المواد في نهاية الفترة اكتشفت سرقة سرقة مواد تكلفتها 1400 جنيه يعني ده يعتبر عجز غير طبيعي لازم نعرف من المسؤول عنه هل هناخد عنه تأمين ولا ده سرقة سرقة يبقى ده عجز غير طبيعي وكان الرصيد الدفتري 8000 جنيه رصيد الدفتري بتاع المواد دي يعني كان الرصيد الدفتري 8000 بس اكتشفنا ان فيه سرقة 1400 جنيه الاجور المدفعة في الشهر 4000 ولم تدفع بعد اجور شهر ديسمبر يعني دول اضرب بقى 4 في 12 طبعا هيبقى فيه شهر مستحق عايدة المشاهلة مقاول باطن كهربا يعني بعمليات 14000 جنيه صدر عنها مستخلصات ب28 بس دي منها طبعا صدر عنها شكات تسلمها المقاول بس ب23 مخدش من 28 خد 23 بس النفقات الاخرى 7,350 تكليف ادارية 4% من قيمة تعقدية تاعت الهقت تكليف اعمال غير تم بالنص صراحي 3000 تكليف اعمال غير شهدت المهندس النهائية 180000 المطلوب قيمة تكليف العدو ارباحه ولو في اثر نعمل على الميزانية نبدأ نحادي اولا المواد المنصرفة للعاد في الناحية المدينة مواد مرسلة من المحازن ومواد مرسلة من المورد معناهم 83 نخصم مواد محاولة للعقود اخرى 2 600 جنيه القيمة البعية للتلف العادي لان احنا استفدنا وبعنا شوية الخردة اللي عندنا دي والتلف العادي ده بيعنا 600 جنيه والتلف الغير العادي يتحمل بالموقع 1400 مواد متبقية في الموقع في نهاية الفترة ب6600 نطرح الناحية المدينة الناحية الدينا يطلع الناتج 66 1400 صافي تكليفة المواد المستخدمة في الموقع لاحظ بقى 600 دي رصيد دفتري للمخازن 8000 وتبين انه هناك مواد تمت سرقتها 1400 يبقى الرصيد الفعل الموجود في نهاية الفترة للمواد هيبقى 6600 ده اللي احنا حطيناه في حساب مراقبة المواد تمام نجي القايمة بقى تكلفة العقد نحصر كل اعمال اللي تمت اولا تكلفة المواد المستخدمة 66 1400 لسه نطلعينها في القائمة السابقة تكلفة العمل الآلي يعبار عن الهلاك اولا اهلاك معدات اولا ستين الف في خمستاشر في المية في تسع على اتناشر المدة اللي احنا شغالنا تسع شهور يطلع الاهلاك بتاع التسع شهور 6750 اهلاك المعدات القيمة اول الفترة نستخدم المقدر اخير الفترة 8000 يطلع الفرق او الناتج بتاع الاهلاك 11250 النقطة التالتة العمل البشري بيقول لك الاجور المدفوعة هي في شهر مستحق احنا شغالين دلوقتي مش اتناشر شهر احنا شغالين تسعة دفعنا تمانية يبقى 32 واجور مستحقة بتاعت شهر فاضل يبقى 4000 اه الاجور يتخص الفترة كلها ستة وتلاتين الف جني اتفان تكلفة العقود من الباطل المدفوع للمقاول فعلا 23 ومستحق للمقاول 5000 اوه بنت فيه مع عام اربعين بس اللي نفزه 23 ما دينوجل التلاتة 28 كلها ادين له 23 ومستحق ليه 5000 عشان نافز اللي احنا عايزينا بقى 28 نفقات اخرى متنوعة قال لك نفقات اخرى ما قال شي ايه 7500 تكاليف الادارية 300000 جنيه قال لك اربعة في المية من قيمة التعقدية بس نصيب السنة كانت 9 على 12 يطلع 9000 كمعنى العمل اولا المواد زائد العمل الآلي زائد العمل البشري زائد عقود الباطن زائد مصرفات اخرى ترأي مالي تكاليف العقد 158000 جنيه قال لك فيه اعمال غير تمة يعني احنا قلنا الاعمال دي لسه ما تمتش محدش يحسبها ضمن الحزبة فلازم نشيل التلاتلاف منها يطلع تكلفة الاعمال التامة 155000 جنيه طب نسبة الاتمام اولا المستخلص 180 وقيمة العقد كله 300 اسمناها وضربنا ترأي نسبة الاتمام 60% نبدأ نشوف مذكرة الارباح قيمة شهادة المهندس كان 180000 تكلفة الاعمال التام اللي احنا خلصناها 155000 نقص تكلفة الاعمال غير معتمدة اللي هي مش عجبة المهندس قال لك الاعمال جسعة تاني فيها ملاحظات يبقى 5000 يبقى تكلفة الاعمال المعتمدة 150 من 180 شهادة المهندس يطلع 30000 ارباح العقد نتصرف في ارباح العقد ازاي اولا بدأ عندنا نسبة الاتمام موجودة وما فيش عندنا نسب اخرى واحتياطات اخرى مش عارفين نعمل احتياط بكام يبقى المخصص اللي احنا هنعمله للعقود غير التمة عبارة عن 40% 30000 ارباح في 40% مخصص او احتياطي يطلع 12 يبقى صافي ربح العقد ده 30000 في 60% يطلع 18000 وكده يبقى احنا قسمنا الربح اللي حصل وعملنا حسابنا على الاحتياط اللي احنا بنكونه كل سنة للأعمال للطوارئ لاي حاجة تحصل في المستقبل بالنسبة لهذا العقد الحالة الخمسة في مالي بيانات العقد 999 القيمة تعاقدية للعدب الكامل 200000 جنيه فترة التنفيذ للعدب 14 شهر من 1 11 18 21 12 29 بلغت تكلفة العقد في 1 12 12 150 يعني فيه تكلفة 250 لم يصدر عنها شهرة مهندس يعني حتى ما مسألناش المهندس انت ايه رأيك في العمل اللي حاملنا 150 دي لا لسه لم يصدر عنها شهرة مهندس وكانت بيانات 2019 بقى كان قاتي يبقى ده اللي حصل في 2018 ورسلت آلات للموقع بخمسة سبعين الف معدل اهلاك الساعة 15 جنيه بلغت اجور السائقين 2500 جنيه بمتوسط اجر خمسة جنيه للساعة يبقى انا لازم اعرف الالات دي اشتغر كم ساعة عشان نحسب الاهلاك ودي الحتة اللي احنا لازم نحسب ها اتنين الوجور الشهرية بصفة عامة كده عشر وتحول للعقد وحول من العقد 3 تمانيات مواد تكلفتها 2000 جنيه وسحب مقاول الباطن اخشاب من الموقع ب4000 منها 1500 خارج الاتفاق يبقى لازم يدفع تمانها وتلفت مواد 3000 جنيه في الموقع طبعا نصفها مسموح بيعني خمسة المائة منها وتباع ب300 جنيه نحط القيمة بيعية في ناحية دينا والعجز الغير مسموح بيعناب 600 يعني استفادنا وتحمل العقود ب2% من المواد المسالة من المخازم مقابل التلف العادي في المواد المواد المتبقية في الموقع في نهاية الفترة 2500 جنيه النقطة اللي بعد كده عقود الباطن ب30 الف الشركة بتحجز 20% من قيمة التنفيذ النهائي وبلغ معدل التنفيذ النهائي 80% يعني الراجل ده منفست العمال كلها هناك مصروفات إدارية قدرها 1200 جنيه في الشهر نشوف فترة بتاعتنا وندرب بلغت قيمة الأعمال المعتمدة خلال عام 2019 150 ألف جنيه وتكلفة الأعمال غير المعتمدة 5000 يبقى في أعمال معتمدة وفي أعمال غير معتمدة ورصيد الأعمال غير تامة ليه لسه ما تنفزتش كويس ما تشطبتش كويس 12 2019 6000 جنيه عايزين مرأبة المواد وقيمة تكاليف العقد ومذكرة ربح العقد حساب حساب المواد أو تكلفة المواد المستخدمة في العهد رقم 999 أولا في ناحية المدينة بنكتب المواد المرسلة من المورد ومواد المرسلة من المخازن الرئيسية ومواد محاولة من عقد 3-8 ومواد منصرة في المقاول الباطن بس اللي داخل الاتفاق اللي حرج اتفاق دي عن خصول بره 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 العقد خالص ونصيب العقد من التلف المخازن الرئيسية ضربنا 15000 في النسبة 3-3000 نجي في الناحة الدينة نشيل التلف غير العادي في الموقع بيقول التلف الغير عادي ده احنا أولا تلع 1500 بس في قيمة بيعية 600 يبقى التلف اللي يتحمل على العقد 900 عشان من نزلموه القيمة البيعية للتلف العادي 300 200 المواد المتبقية بنص صريح في الموقع بـ 2500 يبقى عندنا الطرف المدين وطرف الدين طرحناهم وبعض هتلع الرقم بتعصاف تكليف المواد المستخدم في الموقع 26800 جنيه قيمة التكليف بقى واحد تكلفة الأعمال غير التامة أول فترة ونكمل عليها في أول التمرين في العد بتاع التمرين بلك في أعمال زائد صافي تكلفة المواد المستخدمة في الحساب بتاع المواد 26800 بعد كده نكتب تكلفة العملي الآلي والبشري إهلاك الآلات 2500 على الخمسة عشان نجيب الساعات الناتج اللي يطلع النضرب خمسطاشر جنيه إهلاك الآلات بيتحسب على أساس عدد الساعات فإحنا الأول عايزين نحسب إهلاك الآلات قال لك 15 للساعات هنا يطلع عدد الساعات 2500 على الخمسة فيها كام نروح ضربين الناتج ده في 15 جنيه للساع يطلع الإهلاك بتاع الآلات زائد أجور السائقين معروفة 2500 إن السائق بياخد مبلغ 5 جنيه في الساعة يبقى عايز عرف هي الأعلات هو اشتغل على إيه هو سائق بيشتغل على الجرارات وشتغل على اللوادر والحاجات دي كلها فبياخد على أساس الساعة فإحنا استغلينا الأجر بتاعه 2500 اللي هو أجور للسائقين 2500 أسمناها على خمسة أجر الساعة طلع رقم معين ضربنا في 15 طلع إهلاك الآلات أما الأجور بتاع السائقين هي 2500 بحد ذات يطلع 10 تلاف جنيه تكلفة العمل البشري أجور مدفوعة طبعا 11 شهر وفضل شهر يبقى 11 ألف وأجور مستحق ألف يبقى دي الأجور اللي بتخص الفترة نيجي لعقد مقاولة الباطن العقد بتاع مقاولة الباطن أنا مش باخد المبلغ التعاقدي كله بيقول المدفوعة لمقاولة الباطن 80% من القيمة المتفق عليها معاه 24000 في 80% والمستحق للمقاول 24000 في 20% إبقى دا إجمالي المستحق المقاولة الباطن بنخليله جزء مستحق عشان يغزبا عنه يضطر ينفذ الأعمال اللي نقول عليها تكليف الإدارية 220 جنيه في الشهر أضربها في 12 شهر يطلع بـ 26400 إجمالي تكليف العقد كلها على بعضها 114200 ناقص تكلفة أعمال غير تامة يعني الأعمال دي احنا بنقول لسه ما تمتش ما تشطبتش ما خلصتش ما تدخلوش بالحزبة فنشيلها وجايب نص صريح يطلع تكلفة الأعمال التامة 107300 عشان نحسب أرباح العقد لازم نحسب نسبة الإتمام نقول شهيات المهندس 150000 على إجمال قيمة العقدية يطلع نسبة الإتمام 75% لو أستخدمها لو قال لي الشركة ما فيش عندي نسبة هقرر أننا نستخدم النسبة تحت الإتمام هي دي وعمل بيبقى مخصص لكن لو قال أنا بعمل مخصص 30% خلاص هو قال كده أنا أولا نبدأ أول حاجة شهدت المهندس 150000 أكلفة الأعمال التامة من القيمة السابقة 107300 ناقص تكلفة الأعمال غير المهندس قال لنا رافض أستلم الحاجات دي الحاجات دي مش مظبوطة نشيلها من الاعتبار 5000 يطلع تكلفة الأعمال المهتمة ده 1002300 الربح يطلع 47700 نعمل في الربح هو قلب النصة الصراحة نعمل مخصص 30% يبقى ناخد منه الأول 30% نخليهم احتياطي أو مخصص عقود غير تم طلع 141210 الباقي لو 70% فترة من الربح في هذا العقد نضرب 47700 في 70% يطلع 33390 ده يرحل حساب الأرباح وليه الخسيرة وربح العقد تمام